واش اللغة الفرنسية فعلا نيت ماتت في المغرب وما بقيناش محتاج لها كلغة أجنبية فهذا الأوينة الأخيرة ولو بزف ديال المغربة كيهتموا باللغة الإنجليزية ولو كيقولوا صافي اللغة الفرنسية ماتت ما بقينا ما عنا ما نديرو بها وما عنا لاش نحتاجوا لها ولكن السؤال اللي كيتطرح علاش محيدناش اللغة الفرنسية في المدارس مادم أننا ما بقيناش محتاج لها أو على الأقل علاش منقصناش من السويع ديال اللغة الفرنسية في المدارس في حين أن الأبناء ديالنا ما زالك يدرسوها الجواب هو كتعرفوا بأن هناك 140 مليون إفريقي يتحدث اللغة الفرنسية في 31 بلد إفريقي وهذا العدد الكبير ديال أفريق التي تتكلم اللغة الفرنسية ما يمكنش المغرب ما يتحدثش معها بالفرنسية وكيف ما كتعرفوا المغرب هو الأب الروحي أو المستثمر الأهم والمهم في القارة الإفريقية بعد ما كانت فرنسا هي لخيدة الريادة وفي حين أن حاليا أصبحت فرنسا تحسده على هذا المنصب الذي أصبح يتصدره على وهو الاستثمار الإفريقي إذن فاللغة الفرنسية هو محتاجها من أجل الاستثمارات محتاجها من أجل الشركات محتاجها من أجل التخاطب ذلك شيء لاش؟ ما نقدروش نقوله بأن اللغة الفرنسية رها ماتت في المغرب ولكن نقوله اللغة الفرنسية وكذلك اللغة الإنجليزية هم جوج لغات خواتات ماشي ضريرات شركات لأن المغرب يحتاج لهم جوج في التنمية